كنا نتحدث قبل كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قضية تهجير السكان في قطاع غزة هل تعتقد أن رئيس سلطة الفلسطينية والسيسي سيبحثان هذا الموضوع؟ وهل ستكون هناك حلول في هذا الصدد؟ مصر ورئيسة يعتبر موضوع تهجير الفلسطينيين إلى غزة مسألة أمن قومي لا يخضع للإجتهاد ولا يخضع للضغوط الدبلوماسية ولا للنقاش حتى لو ناقشوا في ذلك بلينكين ولن يتقبل أن تصدر المشاكل الإسرائيلية إلى مصر من وضع 2.3 مليون فلسطيني في أكبر فخ بشري هي إسرائيل وعلى إسرائيل أن تحل هذه المشكلة الإنسانية ولا يوجد مكان آمن في غزة حتى اليوم كان هناك قصف في رفحة ولكن هذا هو السؤال سيكامر إذا ما لم تأخذ إسرائيل هذا الأمر على عاتقها ومسؤوليتها هل ستمد مصر يد العون؟ هذا ليس يد العون مصر لن تمد يد العون لإسرائيل من الناحية الإنسانية للسكان أنا أتحدث عن سكان قطاع غزة أنا أستقرأ أن التفكير لدى الدول العربية يسير بالاتجاه الآخر يسير باتجاه أنه حتى المساعدات الإنسانية التي تقوم الدول العربية الآن في إدخالها عبر معبر رفح للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في غزة الدول العربية هذه صرحت وأعطت مواقف واضحة بأن هناك سقف زمني لهذه المساعدات إذا استمرت إسرائيل في حربها أطول بهذه الطريقة ستوقف هذه الدول العربية هذه المساعدات الإنسانية ولتتولى إسرائيل مسؤولية إدارة الأزمة الإنسانية في غزة الإدارة الإنسانية في غزة هي ناتجة عن الطريقة التي تدير فيها هذه الحرب إسرائيل بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار بأن من يدفع ثمن هذه الحرب هي مجموعة كبيرة من الأبرياء المدنيين هذه حرب موجهة أكثر نحو المدنيين من حماس حماس موجودة تحت الأرض تعقيبا على ما تم نقاشه حول موضوع هل حقيقة أولوية إسرائيل هي إطلاق صراح محتجزية في غزة؟ أنا أشك في أن لديها نية حقية في إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين هي تقول أنها تريد إطلاق صراحهم وتقتلهم في غزة قتلت ثلاثة بالخطأ هي تقول معنية بإطلاق صراحهم وفي اللحظة التي اقتربت فيها عملية التقارب ما بين حماس وإسرائيل من خلال الوسطات المصرية والقطرية قامت إسرائيل باختيال العروري وبالمناسبة يعتقد الكثيرون خطأا بأن هناك نوع من التنافس ما بين السنوار والعروري أن هناك كراهية نعم هذا مقره سيد أيتان هنا أنا أؤكد العكس تماما نعم حماس بها خلفات داخلية حماس ليست جسم واحد كأي جهة هي بها خلفات واجتهادات فيها نوع من التنافس فيها نوع من الحسيات ولكن بالتحديد العلاقة ما بين السنوار والعروري العروري هو أقرب هي ذات الخارج إلى السنوار وربما قامت إسرائيل باختيال العروري قد اختالت ملف تحرير أسراها من غزة إذن هي تعمل عكس ما تبديه من نوايا باتجاه المحتجزين الإسرائيليين